هذه الحفراني المارس فيها من 74 درتلا فرماسون تاحة من 74 حتى اليوم منها هذا المحل التاعي هذا هو نرقض هنا ونخدمه هنا والوسائل هم نتاعك نشوفه فيهم قاع بهذه الأدوات التقليدية البسيطة يتفنن عمي عبدالقادر في رسم وتقطيع الجلد يحوله إلى سيرج يمتطي عليه الفرسان خيولهم كين السيرج اللي يتطلب 14 وكين اللي يتطلب 6 وكين اللي يتطلب حتى العام على حساب السطارة كين سطارة وجيلية كين جيلية سطارة كل واحد كيف يشعر على حساب الدكورتاعة وعلى حساب المجبود من هذا السيرج عنده شهرين هذه جبيرة جي صورتي مع السطارة هذه هذه يستعملوا فيها البارود هنا هاي مينة فيها الجيوب هنا يديروا البارود هنا الحفاظ على مثل هذه الحرف هو الدافع الذي جعل من عمي عبدالقادر يقضي جل وقته في خياطة السروج ومع حرفته يعبر عن ما يجول في خاطره خدمة السروج هذه رها قليلة يعني رها بالانقطع مكانش مكانش لي يخدمها مكانش لي يخدمها أنا هنا في الولايات تاسعيدة أنا قاعد غيرها هنا في الولايات الأخرين حاجة قليلة احنا ماذا بيكم ماذا بيكم يعني ديروا لنا حل وتعاونونا باش بالأقل نحيو هذه الحرفة احنا فاتنا الوقت نحاوب صغير نحيو هذه الحرفة باش الناس ستتعلم هذه الحرفة تقعد من جيل للجيل من الوقت نحن سيرها في الانقراط خياطة السروج حرفة أخذت طريقها نحو الاندفار إلا أن أمثال عمي عبدالقادر لا يزال متمسك بها ويريد تعليمها للأجيال لو توفرت له الظروف لذلك ترجمة نانسي قنقر